بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناتي اللي اول مرة يشوف فيديوهاتي انا مونة سروت مصممة تسورات بشكل السلك النحاس وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اصدقائي زي ما انتوا شايفين كده كنا جهزنا لورشة العقد ده مع بعض في لايف قبل كده. اخترنا الالوان مع بعض سوا. اه هنشتغل العقد دلوقتي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. العقد بتاعنا كالتالي. اه سلاسل من النحاس الدهبي. هنشتغله بالمعدن النحاس الدهبي. مع احجار عقيق باي لون طبعا عندنا. انا استخدمت اه الاسود المط عقيق. مع الفشية بالحجم الصغير. اي حجمين عندنا. نقدر نستخدمهم. ومعايا المفروض كمان. اه مسامير نحاس. حلقات من النحاس. اه استوبر. لتقفيل الواير. وطبعا هنشتغل اه قفل مع بعض من سلك النحاس. ممكن اه سلك النحاس. هنستخدم القفل بتاعنا المشهور. قفل النحاس. العدة بتاعتنا اه طبعا ما بنستخدمش عدة كتير في في شغل اللضم. فممكن بس الزرادية والاصفة. هنسمي اللون ابتدي على طول. العقد بتاعنا هيبقى بالشكل ده. المفروض اول حاجة هعملها. ان انا آآ هاخد الدلية بتاعتي او الشراشيب بتاعتي وابتدي اشتغل عليها بالمصمار مع الحجر. كده. هوزع الاحجار بتاعتي. طبعا تقفيلة المصمار عندنا تقفلتين. يا بنقفله على نفسه. بالشكل ده. يا بنقفله حلزون وبنركبه بعدين في الحلقات بتاعتنا او في الشغل بتاعنا. انا بمسك كده التقفيلة الاولى اللي هي بقفله على نفسه اهي. كده. وباقي طبعا عشان طبعا وقت الوقت الفيديو. انا بحب الفيديوهات ما تبقاش طويلة قوي. لكن في اوقات الفيديوهات اللي فيها تشكلاتنا حاس طبعا يبقى وصبا عني بيطول مني الفيديو عشان اوريكم كل التفاصيل على قد مقدر. هنا طبعا هنعمل كده. هاخد ترتيب الاحجار بتاعتي بشكل عشوائي براحتي زي ما انا عايزة. آآ ليكم آآ كامل الحرية ان انتو تشتغلوا فيها زي ما انتو عايزين. انا هكل اللي هعمله زي ما انتو شايفين كده. ان انا هبتدي اوزع الاحجار بتاعتي. على السلاسل كده. وهحط كام حجر برضو في السلاسل من فوق بحيس ان الدلية بتاعتي تبقى شكلها غني وحلو. فهعمل معاكو كده التركيب من تحت. لسه ما فتحتش الفوشية. وبعدين آآ نبتدي نكمل مع بعض العقد طبعا بعد ما خلص الدلية هرجع لكو تاني. نكمل مع بعض تركيب العقد. هاخد الحجر الفوشية آآ لونه حلو جدا. الحجم ده انا بحبه دايما نقول لكو كده. آآ بشتغل منه بصراحة كتير. ممكن استخدمه كفواصل زي ما انا هعمل النهاردة. يعني حجر من ده بين حجرين من الكبير. او العكس. بيدينا نتيجة حلوة اوه في في الشغل. ممكن اشتغل منه الخواتم بتاعتي. لان سلك النحاس طبعا مشهور بشغل الخواتم ما بشتريش خواتم آآ جهزة يمكن واحد في المية. اشتريت خاتم مسلا او خاتمين. لكن في العموم كل خواتمي آآ معمولة من السلك والحجر اللي انا بختاره بنفسي. هعمل كده. ده تركيب المصمار يا جماعة هون. الناس اللي لسه بتبتدي. هكمل تركيب آآ توزيع المسامير آآ توزيع الاحجار والمسامير على باقي الشرشوب بتاعتي طبعا بالطول اللي انا عايزها والحجم اللي انا عايزها. وهرجعلكم تاني نكمل باقي تركيب العقدة من شاء الله مع بعض. كده زي ما انتم شايفين خلصت الدلاية بتاعتي اهي. آآ ركبت الاحجار مع بعض آآ في السلاسل مع المسامير. هعمل ايه دلوقتي? هاخد آآ جزء من الواير بتاعي المفروض اللي هشتغل عليه العقد. اول حاجة هعملها ان انا دي هعملها سنتر بيس الدلاية بتاعتي. عشان ابتدي اركب الاحجار من جنبين. لان انا كده مش آآ مش مرتبة. عدد الاحجار هيبقى اعمل ازاي? هعمل كده زي ما انتم شايفين. هاخد دي في النص. وابتدي. ااخد آآ حجر اسود الكبير عشان اقفل على على دي بالشكل ده. الحاجات دي بتبقى مهمة في في الشغل جدا. ترتيب الشغل بيبقى مهم. وهبتدي بعد كده اوزع آآ باقي الاحجار بتاعتي. واحدة وواحدة. هاخد واحدة فشية. ومعاها آآ واحدة سودة بالتدريج من الناحيتين. فهكمل كده. ولما خلص هرجع لكو آآ نقفل ان شاء الله العقد مع بعض. هركب بس معكو عشان تبقى شايفين. الشكل عامل ازاي? الحجارين احلى من بعض اللون بتاعهم والخامر بتاعتهم. هيبقى آآ بالشكل ده كده. وبعدين هنقفل باقي العقد بالسلسلة والقفل بتاعنا. هخلص وارجع لكو آآ تاني نشوف النتيجة. كده المفروض كملت باقي آآ تركيب العقد زي ما انتم شايفين. اللي انا هعمله دلوقتي ان احنا هنقفل العقد طبعا قصير. فاحنا عايزين ن آآ نزبط الطول بتاعنا بسلسلة. كده. تقفيل بتاعنا هيبقى بالستوبر. باخد. الناس اللي بتبقى الآن من تقفيل ممكن تاخد اتنين. وتقفلهم بس وارا بعض بالزبط. هيبقى آآ التقفيل متين اكتر. وهناخد السلسلة بتاعتنا. اهو. هبتدي. اشد الطرف الواير بتاعي على الستوبر ارجعه تاني بعد محطيت الحلقة. وهبتدي اقفل عادي خالص. اسيب بس مسافة بسيطة. وخلي الطرف ده موجود. هدخله جوه الحجر. زي ما اشتغلنا تقفيل العقد كتير مع بعض. اهو. مجرد ما اضغطت كده. اضغط بس كويس. بعد كده هسحب العقد بتاعي. هدخل الطرف ده مهم جدا يخش كده في الحجر. ده بيبقى آآ يعني بدل ما قصه على الاخر خالص ممكن يفلت. آآ ممكن آآ يبقى طرف آآ يشوك كده في العقد. فانا بعمل كده دايما. احافظ على الجزئية دي. وبعدين هبتدي اخد الناحية التانية عادي خالص. نفس اللي عملناه في الناحية الاولى. آآ العقد ده ممكن اعملوا غير قفل. بحيبه يبقى طويل كده. عارفين الحاجات السهلة في اللبس. بيبتبقى عملية جدا. يعني انا ممكن آآ من خلال السلسلة طبعا عقده طويل. فببتدى لبسه عادي من غير قفل. اسهل مفتح واقفل. لكن لو عايزين تعملوا قفل طبعا براحتكو. كده خلاص تمام كده. اهو. قبل ما بقفل الناحية التانية ببصت برضو على الناحية دي ممكن تكون الواير بتاعي اتحرك. نخلي بالنا. نفس اللي عملته هناك. هرجع يعني بعد ما حطيت الحلقة. بعد الستوبر. هرجع آآ بالواير بالشكل ده وابتدي اشده كده. اهو. ونظبطه نفس اللي احنا عملناه في الناحية دي. هيبقى كده. نزبط الاطوال ودائما نسيب مسافة بسيطة كده في الواير عشان آآ الواير يبقى ليه راحته ما يبقاش آآ ممكن يطق مثلا او يتكسر. لان الواير ده ممكن يتقطم. يعني لو جينا عملناه تاني هناك جامد كده ممكن يقطم. ميرجعش تاني. بصوا. فاحنا مش عايزين كده. هضغط. بس كده مش اكتر. خلاص العقد بتاعي بقى جاهز. بسيط وسهل بس لونه آآ والحجر بتاعه حلو جدا. آآ الناس اللي كتعايزة هدايا عيد الام. الحاجات دي من الحاجات السهلة الجميلة. السهل الممتنع زي ما كلنا بنقول. آآ بسيط. لكن آآ في اللبس حلو جدا. اهو. احنا كده عاملينه على خلفية فتحة. يا رب يكون سهل وبسيط ويكون عجبكم. ان شاء الله حاول اعمل منه البريسلت باقي معي. احجار فوشيا. هعمل منه خاتم واعمل منه آآ بريسلت باللون الفوشيا الصغير. آآ ممكن يعني يبقى بتاعنا بالشكل ده. ما فيش مشكلة. آآ متشكرة قوي ليكم. متشكرة قوله لمتابعاتكم. آآ متنسنيش من دعواتكم. ولو عجبكم الفيديو ياريت شيروا ولايك. والقناة كمان متحرموهاش من دعمكم. متشكرة قوي ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت اقفتكم. ولو عجبكم الفيديو ده. ياريت لايك وشير للفيديو. واشتراك للقناة. ما تنسوا اشتفاعل ورمز الجرس. عشان يوصلكم كل جديد.